نحن بانتظار المباراة المرتقبة بين عمالقة كرات القدم كريستيانو رونالدو واليونيل ميسي مجددا على أرض سعودية في ملعب الملك فهد الدولي في مباراة كأس الرياض الودية التي يخوضها نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جرمان ستقام مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جرمان الفرنسي يوم الخميس التاسع عشر من يناير الفان وثلاثة وعشر على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض بحضور حوالي ثلاثون ألف مشجع بالمدرجة وبالفعل ستقام المباراة بين نجوم باريس سان جرمان الفرنسي يتقدمهم البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني اليونيل ميسي أمام نجوم الهلال والنصر يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنيجيري أودوين إيغالو والكولومبي أسبينا والمدافع الإسباني الفارو جنزالي صاحب تجربة سابقة لمواجهة نجوم باريس سان جرمان في جهة أخرى كشف رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ اليوم الخميس هو المدرب الذي سيقود فريق نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جرمان الفرنسي يوم 19 من يناير الحالي على كأس موسم الرياض وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر المدرب الكبير مارسيلو جايردو الحصل على كأس لبرتغاليس مرتين مدرب فريق موسم الرياض ضد باريس سان جرمان مرفقا صورة لمدرب ريفر بليت الأرجنتيني السابق وتجمع المباراة نجوم فريق الهلال والنصر السعودي أمام فريق باريس سان جرمان الفرنسي ووفقا لصفحة رياضية سعودية فقد تم تحديد موعد اللقاء المنتظر بحيث يكون يوم 19 من يناير من هذا العام كما يستضيف ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض المباراة الجدير بالذكر أن هيئة الترفيه السعودي قد أعلنت العام الماضي عن تنظيم مواجهة بين نجوم النصر والهلال وباريس سان جرمان في يناير العام الماضي ولكن تم تأجيلها إلي موسم الرياض الحالي 2023 بدأ الكثير من عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم بالبحث الآن عن رابط حجز تذاكر مباراة كأس موسم الرياض 2023 ترجمة نانسي قنقر